بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة هذا هو اللقاء الأربعون في سلسلة أفلا تذكرون هذه السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها الخير والنفع والعلم النافع وأن تمتد لمئات الحلقات لتشمل كل أو معظم مواضيع الإعجاز في القرآن العظيم في اللقاء السابق توقفنا عند موضوع مهم وهو البرمجة اللغوية العصبية وقلنا إن حبيبكم عليه الصلاة والسلام هو رائد هذا العلم لأننا إذا تأملنا سيرته وحياته وسلوكه وأخلاقه وكيف كان يجلس وكيف كان يتعامل مع أصحابه وكيف كان يوجه النصيحة إليهم كيف كان ينصحهم نجد أن هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام بالفعل هو أول من أرسى ووضع قواعد البرمجة اللغوية العصبية الدكتور جوزيف ميرفي يقول عالجت آلاف المرضى من اكتئاب ومشاكل نفسية وغير ذلك ووجدت بأن أفضل طريقة لبرمجة العقل الباطن الذي يتحكم بنا ولا نراه ولا نشعر به كيف تبرمج عقلك الباطن يقول من خلال فترة ما قبيل النوم وما بعد الاستيقظ لأن الإنسان قبل النوم يكون لديه نوع من الاتصال بعقله الباطن يستطيع أن يؤثر عليه والدكتور جوزيف ميرفي لاحظ ذلك عند كبار الأغنياء والناجحين الذين حققوا ثروات طائلة من لا شيء أو بدأوا من الصفر كان معظم تفكيرهم أنهم يفكرون ما قبل النوم ماذا سيفعل في اليوم التالي كيف سيتعامل كيف سيتسامح كيف سيخطط كيف كذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن ندعو الله قبل النوم وأن ندعوه بعد الاستيقظ مباشرة فنلقي بهذه الهموم وننزع هذه المشاكل ونضعها بين يدي الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء طبعا أيها الأحبة الدكتور ميرفي حصل على نتائج ممتازة بعلاج الكثير من حالات الإدمان وحالات الغضب والانفعالات التي يعاني منها كثيرون اليوم حيث أصبحوا أكثر هدوءا من خلال كيف يمرن عقله الباطن على الاستجابة لما يريد يعني أنت رجل انفعالي بمجرد أن أثارك شخص آخر بكلمة تنفعل وتغضب وتقول أنا هذا خارج إرادتي أنا لا أستطيع أن أفعل أي شيء بالعكس أنت تستطيع الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقول زودك البارئ عز وجل بكل وسائل التحكم بشخصيتك وإلا لما يحاسبنا هل سنقف أمام الله ونقول يا رب أنت وضعت في صفة الغضب ولماذا تعذبني هذا الكلام غير صحيح وأن لا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى فالانفعالات والغضب وردود الأفعال تصدر من العقل الباطن يعني هناك عقل خفي وأنا قلت لست مع هذا الاسم ولكن هو مصطلح انتشر لا يوجد باطن وظاهر وخفي وغير خفي الإنسان عبارة عن مجموعة من المعلومات متراكمة في داخلهم منذ قبل أن يولد منذ أن كان جنينا في بطن أمه عمره 42 يوم يبدأ يتأثر بالأصوات واللغات والموسيقى يتأثر بصوت القرآن يتأثر باكتئاب الأم يؤثر عليه اكتئاب الأم الحامل يؤثر على هذا الجنين بعمر 42 يوما فقط ويستمر هذا التأثير بعد ولادته كل الأحداث المحيطة به كل حتى نشرات الأخبار التي يسمعها تؤثر وتترك انطباعات متراكمة كل مجموع هذه السنوات الطويلة من تراكم المعلومات هذا سموه العقل الباطن اسم مصطلح يعني هذه القرارات وهذه المعلومات وهذه الصور المتراكمة والانسعالات والأحداث وإلى آخره عندما تريد أن تتخذ قرار الذي يحدد قرارك هو تراكم المعلومات ما الذي يجعلنا نختار صديقا دون آخر يعني أنت ترتاح لشخص غيرك لا يرتاح له يعني مثلا العبد الفقير أرتاح جدا عندما ألتقي مع شخص من حفظة القرآن بشكل لا شعوري فعندما حللت هذا الموضوع وجدت بأنني أمضيت فترة طويلة من عمري في الاستماع للقرآن تكرر القرآن الكريم آلاف المرات عبر سنوات طويلة فأصبح اختياري أو ارتياحي للشخص الذي لديه خزينة قرآنية مثلي أصبح ارتياحي أكثر له بينما تجد إنسان مثلا يحب الفاحشة لا يرتاح لحافظ قرآن يرتاح لشخص يمارس الزنا مثله سبحان الله لذلك الله قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة تمام إذن أيها الأحبة أنت تستطيع أن تمرن عقلك الباطن وأفضل تدريب على الإطلاق هو القرآن الكريم أن يكون القرآن هو عقلك الباطن أن تكون تعاليم القرآن هي البرمجة الداخلية لك عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم يعني كان في عقله في تدبره في تفكره في سلوكه معاملاته في كلامه وفق منهج القرآن لذلك أيها الأحبة الدكتور ميرفي الذي وجد نتائج مهمة للترويض وبرمجة العقل الباطن ليس لديه كتاب منزل من الله يستطيع أن ينصح به الناس نحن لدينا هذا الكتاب لدينا كلام الله سبحانه وتعالى لذلك نصيحتي أن أن دماغك هذا وعقلك الباطن هذا هو أشبه بوعاء كل ما تدخله من معلومات من مقاطع فيديو من أخبار من أحاديث مع الآخرين من استماع لأغاني لكذا كله يدخل ويخزن احرص على أن تجعل المساحة العظمى من دماغك للقرآن استمع للقرآن دائما تدبر القرآن اطلع على معجزات القرآن نحن الآن في عصر العلم من المفيد أن تطلع على كل ما كتب في الإعجاز العلمي مثلا أو الإعجاز النفسي أو الإعجاز البياني ما يتعلق بلغة القرآن وبيانه وبلاغته اطلع على أكبر شيء ممكن من هذه المعلومات وأخرج من دماغك هذا التلوث المعلومات الذي نعاني منه اليوم وستعيش حياة مطمئنة سعيدة صالحة هادئة مليئة بالحب تكسب ثقة الآخرين تكسب محبة المجتمع من حولك وتكسب الأساس أن يكون الله معك سبحانه وتعالى ماذا تريد أكثر من ذلك إذن أيها الأحبة طبعا قلنا في اللقاء السابق هناك دعاء ينبغي على كل واحد مننا أن يحفظه رجاء النبي لم يكن ينم حتى يقول هذا الدعاء وكان يأمر أصحابه اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت دعاء يجعلك تهدأ تستلقي ترتاح تبعد الهموم مهما كان حجم المشكلة ليس هناك مشكلة لأن الله هو من سيتولى حل جميع مشاكلك وستجد أنك تنام نوما هادئا عميقا طبعا هذا الدعاء مناسب لمن يعاني من ما يسمى اضطرابات النوم أو مشكلة القلق أو مشكلة الأحلام المزعجة دعاء رائع جدا أيها الأحبة هذا الدعاء يعمل مثل عملية تفريغ للشحنات السلبية التي تراكمت خلال النهر يفرغها تماما مثل أنت إذا كان لديك مكان مكهرب فتقوم بتفريغ هذه الشحنات فتصبح أهدأ وأفضل ومطمئن ومستقر وتنام نوما هانئا علماء من أمريكا أيها الأحبة يعالجون مرضاهم ويعلمونهم كيف يخاطبون أنفسهم يعني مثلا شخص غاضب يتم علاجه بالبرمجة اللغوية العصبية من خلال أنه يقول قبل النوم ويردد سوف أصبح من هذه اللحظة إنسانا هادئا متزنا بعيدا عن الانفعالات وسوف أرى نتيجة ذلك في سلوك غدا يؤكد لنفسه أنني أنا قادر وسوف أفعل ذلك وسوف أتسامح مع هذا الشخص الذي يسيء لي ويكرهني ويحاول أن يؤذيني سأبادره بالخير والمحبة وأتذكر طبعا هنا لا يوجد اسم الله أبدا يستخدمون وسائل يعني أنا أسميها وسائل بداية نحن لدينا وسائل راقية جدا أنك أنت تخاطب الله تخاطب الملك مالك الملك فعندما يعني مثال الرسول أعظم صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نلقي بهمومنا وانفعالاتنا ومشاكلنا بين يدي الله ونسلم له الأمر كله نلقي بأمراضنا بمخاوفنا بأحزاننا ما هو أقصى شيء أنت يمكن أن تتعرض له في هذه الدنيا هو الموت هذا أقصى شيء الموت وهذا الموت بيد الله لا يملكه أحد هو بيد الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إذن بما أن أقصى شيء هو بيد الله رزقك بيد الله مرضك بيد الله سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال الذي انظروا إلى البرمجة البرمجة النبوية هنا هذا الكلام لإبراهيم الخليل عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني هل أنت لديك مشكلة لا تستطيع أن تتخذ قرار معين كرر هذه الآية قل الذي خلقني فهو يهديني هل أنت محتار أذهب أشتري هذا الأمر أم لا أشتريه أفعل هذا الأمر أتزوج هذه الفتاة أسافر إلى هذا البلد أدرس هذا الفرع أم هذا الفرع أعمل في هذا المكان أم في هذا المكان حيرة يمر بها كل واحد لابد أنه يمر بمواقف في حياته تذكر على الفور هذه الآية وقل الذي خلقني فهو يهدين واترك الله يسير الأمور كما يحبه سبحانه وتعالى والذي هو يطعمني ويسقين هل تعاني من مشكلة اقتصادية مشكلة في الغلاء مشكلة في نقص الثمرات مشكلة في نقص الطعام مشكلة في نقص ماد لديك تذكر هذا الكلام والذي هو يطعمني ويسقين الله تعالى سمح لك بهذا القدر من الرزق من المال سمح لك بشيء قليل لا تقول لماذا لا تشكو الله إلى مخلوقات الله لا تقول لماذا الله فعل كذا لماذا الله أعلم بما في أنفسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم فالله تبارك وتعالى يعلم ما في نفسك ويعلم ما يصلحك فإذا أطعمك كمية قليلة فقل الحمد لله لأن هذه الكمية هي التي تكفيني وتصلحني لو زاد الجرعة عن ذلك ربما تدمر نفسك ويقود كذلك إلى الضلال انظروا إلى من يعطيهم الله يعطيهم الله المال معظمهم ينفقونه في الشهوات وفي متاع الدنيا وفي الإضلال عن سبيل الله الله تعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده ما هي النتيجة لبغوا في الأرض ولكن دققوا أيها الأحبة يعني رجاء أن دققوا هذه الآية ولكن ينزل بقدر ما يشاء الله أعطاني إمكانية معينة يجب في عقل الباطن أن أعتقد أن هذه الإمكانية المحدودة التي وهبني الله إياها سواء في الرزق في الشكل في المال في المتاع في الطعام في الشراب في أي شيء يجب أن أعلم أنها هي بقدر الله وهي ما يصلحني ولكن ينزل بقدر ما يشاء ويقول أيضا إن الله بالناس لرؤوف الرحيم من رحمة الله بنا أنه لا ينزل علينا يعني مثال تذهب إلى الطبيب يعطيك جرعة واحد سنتيمتر من دواء معين ما الذي يحدث إذا أخذت عشر سنتيمتر تموت يمكن أن تكون جرعة قاتل مع أنها هي الشفاء قد تصبح مدمرة كذلك الرزق أيها الأحبة لا تقول لماذا رزقي قليل أو كثير حتى لأن هذا الرزق هو بلاء من الله يعطيك بالقدر الذي يصلحك فإذا كل إنسان ينظر إلى نفسه ويقول الحمد لله هذا القدر الذي يصلحني وإذا مردت فهو يشفين والكلام لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لا تقول لماذا أصابني المرض لا تقول ما هي الذنوب التي ارتكبتها لماذا يا رب عافيت فلان وأمرضتني لا تقول ذلك لأن الله يعلم ما يصلحك ويعلم أن هذا المرض سيطهرك به من مشاكل أخرى سيصرفك عن مشاكل أخرى أكثر لذلك اعتقد أن الشفاء بيد الله وإذا مردته فهو يشفين هذا يجب أن يكون عقيدة راسخة لديك الطبيب لا يشفي أيها الأحبة ولا الدواء ولو اجتمعت الأرض كلها على أن تشفي إنسان لا يستطيعون شفاء إنسان جاءه الموت ولو كان النبوية النبوية التي تعطيك اطمئناناً وهدوءاً وسقوناً نحن بحاجة له اليوم أيها الأحبة والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين سبحان الله شمل لك هذا النص شمل لك الهداية والطعام والشراب والشفاء من المرض والموت والحياة والمغفرة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى شمل لك الدنيا والآخرة كلمات قليلة هذه عظمة القرآن هذا نوع من الإعجاز أيها الأحبة بأقل عدد من الكلمات يعطيك أكبر عدد من المعلومات هذا خارج استطاعة البشر لذلك الله تبارك وتعالى يعني يقول قل لئن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر طبعاً أيها الأحبة الحديث طويل جداً في هذا المجال إن شاء الله سنستكمل حديثنا عن أهمية البرمجة اللغوية العصبية أيها الأحبة اليوم لا توجد قوة في العالم يمكن أن تجعل إنساناً سعيداً وهو في سكرات الموت نختم نختم بهذه الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لحظة الموت ماذا يحدث تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون المؤمن إذا رأى ما عند الله من نعيم لحظة الموت ولحظة قبض روحه يرى النعيم يرى جنات الخلد فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه المجرم عندما يرى عذاب الله لحظة الموت يكره لقاء الله وكره الله لقاءه اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر